بسم الله الرحمن الرحيم كنا في المحاضرات السابقة قد بدأنا الحديث عن الألف اللينة وانتهينا من ذكر أحكامها بفضل الله تعالى وهذه صورة كلية لتلك الأحكام تذكرون أننا قلنا إن الألف اللينة ينصرف الذهن معها إلى الألف التي في آخر الكلمة هذه الكلمة التي في آخرها ألف قد تكون حرفا وقد تكون اسما وقد تكون فعلا ثم قلنا إن القاعدة في الحروف هو أن تكتب الألف طويلة قائمة ثم قلنا ما عدا واستذنينا من ذلك أربعة حروف في الأسماء قسمناها إلى عجمية وعربية الأسماء العجمية قلنا أيضا القاعدة أن تكون قائمة ثم استذنينا من ذلك ستة أسماء عجمية ثم قسمنا الأسماء العربية إلى مبنية ومعربة وقلنا الأصل في الأسماء المبنية أن تكتب طويلة قائمة ثم استذنينا من ذلك أربعة فأصبحت القاعدة بين هذه الأبواب الثلاثة متشابهة كما ترون أصبحت متشابهة الأصل أن تكتب قائمة ولكن عندنا استثناءات من هذه القاعدة ثم تحدثنا عن الأسماء العربية المعربة فقلنا ننظر هل اسم ثلاثي أو غير ثلاثي إن كان ثلاثيا فيجوز أن تكتب قائمة ويجوز أن تكتب مقصورة إلا أن هذا الجواز مربوط بقاعدة وهي إذا كان أصل الألف واو كتبت قائمة وإذا كان أصل الألف يا كتبت مقصورة بالنسبة إلى الأسماء غير الثلاثية قلنا الأصل أن تكتب مقصورة ثم نستثني من ذلك لاحظوا عكس هذا تكتب مقصورة ثم نستثني من ذلك الألف المسبوقة بياء فإنها تكتب قائمة في هذه الأسماء ثم تحدثنا بعد ذلك عن الأفعال الثلاثية وما قلناه هنا في الأسماء قلناه هنا دون أي تغيير فقلنا الأفعال الثلاثية قد تكتب الألف قائمة طويلة وقد تكتب مقصورة تكتب قائمة طويلة هكذا إذا كان أصلها واو ومقصورة إذا كان أصلها يا الكلام نفسه أما غير الثلاثية فقلنا الأصل أن تكتب بألف مقصورة إلا نستثني من ذلك الأفعال التي في آخرها ألف والألف مسبوقة بياء سبق إضاح هذا هذا المشهد سبق إضاحه كاملا ولكني سأركز الحديث الآن عن طريقة طريقة التفريق الطالب طريقة تفريق الطالب بين الألف التي أصلها واو والألف التي أصلها يا وكنت سابقا قد تحدثت عن طريقة التفريق بين الألف التي أصلها واو والتي أصلها يا في أواخر الأسماء هنا أتحدث عنها ولكن في الأفعال لاحظ معي حين يكون أمامك فعل ثلاثي وفي آخره ألف فإنه يمكن معرفة الأصل معرفة الأصل عن طريق الإتيام بالفعل المبارع لاحظ معي سمى إذا أتيت بالفعل المبارع فإنك تقول يسمو لاحظ معي إذا قلت رجاء يرجو رجاء يرجو بهذا الشكل رجاء يرجو لاحظ معي دناء يدنو يدنو إذن نحن استطعنا أن نعرف أصل الألف عن طريق أيضا تصريف الكلمة عن طريق تصريف الكلمة لأن تصريف الكلمة كما قلت لكم سابقا يؤدي إلى ظهور الأصل يؤدي إلى ظهور الأصل والتصريف هنا كان عن طريق الإتيام بالفعل المبارع لأننا نتحدث عن أفعال لاحظ معي إذا أخذنا رمى تكتب بهذا الشكل لأن إذا صرفناها سنقول عن طريق الإتيام بالمبارع رمى يرمي وتقول مشى يمشي فيظهر الأصل هنا يا لاحظوا هنا الأصل واو وهنا الأصل يا لاحظوا معي بكى تكتب الألف مقصورة لأن أصلها يا فتقول بكى يبكي إذن أقوى الأبواب التي تكشف أصل الألف في الأفعال هو الإتيان بالفعل المضارع ولكن أحيانا الفعل المضارع لا ينفع لأنك حين تأخذ فعل مثل سعى ومثل رأى فإن المضارع سعى يسعى ورأى يرى فالألف ظلت كما هي دون أن يظهر الأصل وحينئذ عليك أن تنتقل إلى شيء آخر من التصريف وهو الإتيان بالمصدر فتقول لاحظوا معي تقول سعى سعى سعيا سعى المصدر سعيا إذن المصدر السعي وليس السعو لذلك ظهر أصل الكلمة وتقول رأى رأيا لذلك المصدر هو الرأي وليس الرأو فظهر الأصل كما ترى هنا هناك طريقة ثالثة من التصريف غير الإتيان بالمضارع والمصدر وهو أن تزيد على الفعل تضع الفعل هنا ثم تلصق به التاء المتحركة تاء الفاعل سعى أن حركتها بالضم أو بالفتح أو الكسر لا خلافة في ذلك لاحظ معي من سمى أنك ستقول سموت ولاحظ من رجى ستقول رجوت ومن رمى تقول رميت فيظهر الأصل لاحظ هنا واو وهنا يا ومن بكى تقول بكيت ومن سعى تقول سعيت ومن رأى تقول رأيت فهذه التاء أيضا تساوي المضارع وربما تتعدى في قدرتها على إظهار الأصل وهذا كله من التصريف كما ترى يمكن التأكد من الألف الواحدة من أصلها بالطرائق الثلاث وواحدة من هذه الطرائق تكفي لذلك عن طريق المضارع تقول سما يسمو عن طريق المصدر تقول سما سموا السمو وتقول سموت وهكذا في كل الأفعال وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن أحكام الألف اللينة في هذا المشهد بفضل الله تعالى لاحظ معي الألف اللينة أصبحت القاعدة مضطردة بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر